كيف يتعامل اليوم محافظ العقاب لما يكون هناك نزام مع أراضي العرش شوف هنا قلتها ونعودها ما يقال أراضي العرش كما تقول لي أراضي العرش ليس موجود أبدا هذه الأراضي الجزائر تاريخيا الملكية الجزائرية هي في شمال الجزائر وكذلك في الصحراء في الصحراء وهن لوم أذيذي فيا لاتار تسمى عود حياها في الزوازيس في الوحات ثم كان ملكية كان تمارس بمعنى اللاتيني حتى المعامرين يأتي ويقولون لي الملكية سواء في السواحل ولا في الصحراء هي تقترب إلى المفهوم اللاتيني روما الملكية وحتى في بعض الحالات في الصحراء النظام كان ربما خير من المفهوم اللاتيني لأن الناس كانوا يقسموا الماء ويبيعوا حتى الأشجار بدون الأرض والأرض وحدة يعني المكوينة الملكية يعني ما هو التداخل ولكن في المساحات الكبيرة في المساحات الكبيرة على الجزائر في المساحات شاسعة جدا كانت الورغانيزازون سوشيال كما هذا العرش كانوا هنا الملكية ما كانتش كانت كانت إن إكسبروتراتشون كوليكتيف ما هيش الملكية ما هيش الملكية إحنا بعد الاستقلال وبعد صدور القانون ما يسمى القانون التورة الزراعية دخلوا هذه الفئة على الأملاك اللي يسميوها عرشية وكذلك فئات واحدة أخرى في أملاك الدولة الخاصة الأملاك الفلاحية ضم وكذلك وهذا شيء وبعد إلغاء القانون هذا تاعة 71 73 جاء قانون توجيه العقاري إلى حد اليوم يعتبر هاد الملكية ملكية تعدولة ملكية تعدولة يعني بتقول ما كاش أراضي عرش في الجزاء قانونا 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 ما كان مساحة ربما لكانت مستغلة جماعيا أنا ذاك وليست خاضعة حتى للإرثة ما كانتش موروطة تم تحديدها وإحصاء هذه الأراضي هي أراضي شاسعة كين بعض منها تم إدماجها في المستثمرات الفلاحية والأغلبية لم يتم إدراجها في المستثمرات الفلاحية ولكن إلى حد يعني كين قانون كين القطاع المعني يمكن أن يفتح مساحات مساحات ويدرس إمكانية فتحها للاستثمار الفلاحي بطبيعة الحال وهي والجزء الأكبر يعني كين مساحات مستغلة من المواطنين جزائريين نعم شي جامل الآن تكلموا بيخل